حسين الشحات حاجة غريبة جدا يعني برضو يعني وحسين الشحات عامل شركة مع هاني سعيد بيعملوا جمات وبعملوا حاجات كده هفتتحق قريب يعني جم يعني فهاني سعيد بيقرض عليه انه يروح بيرامنز يعني وحسين الشحات لعيب كبير يعني يروح بيرامنز يبعندهم رمضان صبح في الشمال وحسين الشحات في اليمين يا سلام يا تخيلوا بقى ناس يجيبوا بقى مثلا الموسيماني مرن ويبقى الاهلي اهلي تو يتخيلوا يبقى شريف اكرامي موجود رمضان صبح موجود احمد فتح موجود كان فاروق بلعب في الاهلي عايزين ياخدوا حسين الشحات عبدالله السعيد يعني كل دي لعيبت اهلي يعني فيبقى بيرامنز يبقى البرامنز هو الاهلي اتنين يعني فعرض عليه مبنى كبير جدا حسين الشحات يعني هو دي من الحظوظ في الاندية يعني زي طرق احمد في زمالك كده اللي هو في لعيبة مش قصة فلوس هو معجون اهلي وده معجون زمالك يعني ممكن يبقى فيه اغراءات ويبقى فيه فلوس ولعيبة تستجيب رمضان استجاب ومش معنا كده انه وحش لا يعني في الاخر دي مناهج وهو حر في قرار رمضان لكن حسين الشحات قال له مش هامشي من الاهلي انا من هو انا عائل صغير كده واشتغل في البنزيمة ولا معرفش ايه له رحلة كفاح يعني حسين الشحات وانا منتظر امشي بس جنب النادي امشي كده جنب النادي الاهلي فما بالك وانا بلعب دلوقتي في النادي الاهلي واساسي في النادي الاهلي والبقى ليها جماهرية والناس مستنيين وبجيب جوال وبصول وبجول فقفل قصة برمض خالص حتى جاي له عروض من شركات تسويق في الامارات وبيغروه انه هو يعني بيغرو الاهلي انهم يستطيعوا انهم يجلبوا له عقود في الامارات عارفين حسين عند مع العين الاماراتي سنتين تقريبا يعني ولا سنة ونص وعمل اسم كبير في دور الاماراتي ولعب مع العين الوسط لنهاي كس العالم للانداية قدام ريال مدريد ولعب حسين الشحات قدام ريال مدريد وتقلق كمان قدام ريال مدريد فانهم ممكن الاهلي يسوق حسين في الامارات بستة مليون دولار على الاقل والاهلي قفل هذا الباب تماما ورفض تماما يتكلم على رحيل حسين الشحات نهائيا